بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت عن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أذى الفتشية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطتا هؤلاء قوم اتدخذوا من دونه آلها لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أعلم ممن افتروا على الله كذبا وإذا اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاما وهم رقود ونطلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط من ذراعين بالوصيد لبطلعت عليهم لبليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتشاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعنا يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلأتكم برزق منه فلأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ثابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشتك في حكمه أحدا واجتما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة